موسيقى مجازا لأهم الأنباء أهلا وسهلا بكم طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة العراق على الفور سواء كانوا في السفارة الأمريكية في بغداد أو في القنصلية الأمريكية في أربيل وقالت السفارة الأمريكية في العراق أنها ستعلق بشكل مؤقت خدمات منح تأشيرات العادية في كل من السفارة والقنصلية وكانت زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو المفاجئة أخيرا لبغداد جاءت بعدما كشفت تقارير استخبارتي أمريكية عن أن ميليشيات مدعومة من إيران تقوم بنصب صواريخ قرب قواعد أمريكية في العراق وفقا لوكالة روترز للأنباء في تحدي جديد للمجتمع الدولي قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات صنع الأسلحة النووية ليس مهم صعب بالنسبة إلى إيران وفي وقت يتصاعد التوتر مع الولايات المتحدة التي أرسلت قوى عسكرية ضاربة إلى المنطقة لردع إيران كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على علي أكبر صالحي أن إيران قادرة لو أرادت استأناف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة في غدون ثلاث أو أربعة أيام أصيب خمسة وستون متظاهرا من بينهم ثلاثة مسعفين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة شرقية قطاع غزة وأحياء للذكرى الواحد والسبعين للنكبة الفلسطينية وتجمهر آلاف الفلسطينيين في خمسة مناطق قريبة من السياج الحدودي مع إسرائيل للمشاركة في المسيرات وأشعل المتظاهرون إطارات مططية قرب السياج الأمني الحدودي وإلى تطورات الوضع في ليبيا حيث ناقش رئيس المجلس الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تطورات الوضع الميدني وتداعيات الهجوم على ترابلس وتوفير متطلبات النازحين في مناطق الاشتباكات والإجراءات العاجلة لعلاج الجرحة أعلنت وكالة أكي الإيطالية أن القائد العام للجيش الليبي المشيخ خليفة حفتر سيصل خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة الإيطالية روما بعد زيارته المتوقعة إلى باريس وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب بيكونتي قال بعد لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج في روما إنه يسعى للقاء حفتر في القريب العاجل استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا القصف العشوائي على مدينتي قصر بنغشير وتجورة والذي أوقع ضحايا وجرح مدنينا وأكدت أن هذه الجرائم البشعة ترقى إلى مصف جرائم الحرب وطالبتها الهيئات الدولية المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم وأخيرا في هذا الموجز قال وزير الداخلية في جمهورية نيجيريا عبد الرحمن دانبازو إن الإضطرابات المستمرة التي تشهدها ليبيا أدت إلى تدفق مختلف أنواع الأسلحة إلى بلاده عبر مالي والنيجر وانتشار الأنشطة الإجرامية في دول غرب أفريقيا وحث دانبازو على تعاون أكبر بين دول المنطقة للتصدي للجرائم العابرة للحدود نهاية الموجز مشاهدين دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة